هل أتا على الإنسان حين من الذهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاد نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا لي كافرين سلاسل وأضلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كهس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله فجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قف طريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نقرة وسكورا وجزاء بما صبروا جنة وحريرا أتكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت طقوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدرواها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لقلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم فياب سندس فطر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطيع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليله قويلا إن هؤلاء يحبون العادلة ويذعون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والطالبين أعد له عذابا أليما والسماع ذات البرود واليوم المبعود وشاهد ومشهود اتل أصحاب التخدود النار ذات الوحود إذهم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شعود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحديق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بقش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وتمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم ضيق بل هو قرآن مجيد في لوح محبوب